وانا عجبني بصراحة المدرب صراحة كابتن فريرا عجبني جدا واتكلمت عن الموضوع ده قبل مطش الاهل في الكاس مدرب عنده خبرة خبرة عنده قراءة آسف أو نيمار يعني معلش أنا آسف نيمار فنيمار هو اللي رأس حسين فنقدر زي ما بقولك كده فريرا لو انت بتتكلم عليه راجل قارق للعيبة قارق للفرق اللي بيقابلها قارق للملعب بيعرف مين يلعب الكورة مين ينزل النهاردة مين نعمل ايه خطت ايه قارق وبالتالي بيحقق الهدف حقق هدف ان انت جاي النهاردة عشان تفوز على شط الأولين 2.0 نيمار يعمل ده في حسين السيد يدلعه شمال يدلعه يمين ولكن زي ما بقوله حكو تقدر تعمل الشغل ده والطرئيصه اللي حصل ديما تيجي تسجل كمان تكون تاني برقو برامز فريق قوي عنده لعيبة 2.0 الشط الأولاني ما تعرفش ايه اللي يحصل الشط التاني اللي يحصل الشط التاني يحصل ايه مش عارفين ولكن حتى الآن الزمالك متفوق في اللعب وفي النتيجة 2.0 ساعد الزمالك انه في اول 27 ثانية تجيله دور بالجزاء وتسجل هدف الاولاني وعنده النهاردة واحد من احسن لعبي السنة دي زيزو يعني بشهادة وانتوا عارفين حضراتكم يعني احمد سيد زيزو تقدر تقول هو افضل لعب هذا العام رجل العام هو احمد سيد زيزو يسجل بيلعب لعب ما شاء الله عليه وحتى كان في المنتخب من اللعب اللي كانوا كيسين جدا يعني في نات الزمالك زي مولحاكو بيقطع النهاردة اذا انتهت المباراة بهذه النتيجة يقطع الزمالك بنسبة 75% 75% زمالك رايح الدوري نادي الاهلي زي ما بقول كده يعني الاهلي طبعا حظوظه صعبة انه عندنا فريق في المستشفى عندنا فريق في المستشفى اللي هم مش هلعبوا معاك حتى النهاية الدوري انت بتلعب ماتش كل سبع ساعات يعني بيعودوا زباطوا الجدول كده لما تشوفوا التزباطات القامة الجاية تلاقي الاهلي يلعب النهاردة وبكرة وبعد بكرة يعني يا دوب الاهلي يروح بيروحوش لعب تلاقي بيروحوش بيوتهم لعب تلاقي خلص الماتش على المعسكر اخرج من المعسكر على حتى المدرب مش عارف يعمل تدريبات دا يدوب يعملهم محاضرات هيدربهم فين هيعملوا احماء امتى هيروح يعملوا تأسيم ما يقدرش يعمل ده ما عندوش لعبة اساسا دا الاهلي ربنا يكرمه يخلص الماتشات اللي عليه باللعبة بكلمكم جاد هذه هي حظوظ الاهل السنة دي حظوا كده انه عندو افريقيا لعب افريقيا عندو منتخب لعب مع المنتخب عندو كأس العلم للاندية لعب كأس العلم للاندية عندو ماتشات محدش زيه وبالتالي حملة اخر في اللعبة اللاعب دا بشر هيتحمل ايه اكتر من قدرته مين في الدور المصري بيلعب قد النادي الاهلي بيلعب ماتشات قد العب مفيش عشان كده الضغط اللي عليك والجدول اللي بيتعمل عشان حضرتك تلعب ماتش ثم ماتش ثم ماتش تسافر محدش هي علاقة بيك تجهز طهران وست سبعة ساعات رايح وسبعة تمانية جايين وتعود لك ساعة ترانزيت او غيره عشر ساعات وتروح تلعب وترجع هو ماله حده يساعدك محدش هيساعدك يساعدك ليه انت عايز مساعدة مش عايز محدش هيعملها لك اتأجلك أجلك كماتش وبعدين لعبت الماتشات المؤجلة فتلعب الماولين وقبل مش عارة تلعب مين وبكرة هتلعب مين تخلص المؤجلات بتاعتك فأنت مش مستفيد وغيرك مستفيد هو دي حقيقة الكرة في مصر وعايز يقول لحالك مش عايزين نضحك على بعض يعني